السلام عليكم احبابي كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا في احسن الاحوالي ان شاء الله الناس اللي غايت سنتو دي بورها في المرة فوة الله يجزيكم باخير الضغط على زل الاشتراك وتفعل الجرس ومرحبا بكم عندي في الفيديو ديالي موضوع اليوم غادي ننهضروا على المسؤولية والأب الاب والمسؤولية هاد الفيديو ربما غا يكون موجهة الواحد الفيئة ديال ديالناس من 18 عام حتى 30 عام علاشو انا تنظر بالضبط على هاد الفيئة هادي حيتاش هادو هما الناس اللي كي تسمعوا مدي ما تيقولوا لباوتهم باللي ما قادش عليها علاشو للتيني هو اللي تيقولو تلاجا خاوية ما قدرتو في اولو هاد السيمانة والواليد خد دمغة هكاك ازع ما احنا من ناكلو لك دا لك دا لك دا كي نادي الشيك ايوه لاي لاي الله محمد رسول الله هادو الزمن اللي جاو اللي ناك نسمعوه الاولاد والابناء تيقولو هاكا الواليد يوم هنقولك واحد الحاجة واحد اختي اخوية من هاد المنبر هادا رشتي بباك هاداك شي اللي جاب لك بباك كي ما بغا يكون قليل كتير عرف رهادك جهده وفق منه كتر من جهده لانه هاداك شي جهده وفق منه كتر من جهده يعني انت اللي كتافك ما بغيتش نقول واحد الكلمة هاكم عارفينك يقولو كتافه قد كادا قلس وتدقل بباك هاك لا لا هادي من تيقبلها لا دين لا لاسواب لأذاب لترابي لطاش حاش هادي تيقولوها بناته وولاد دابي البنات يعطيها خلاص دابا تالبنات ما بقاش كيقولو اغلباوات충 ولو تيقولو تل موااتهم تي مالكي مدرشي ليها هادي طيبي ليها هادي كتلقا هي قلسة ما تتشقع ليها تتشرط على شما الطيب لها في الماكلة والأباء لا حولها ولا قوة ليهم لهم زي ما تيولي تي تحط في ذاك لوكا ديال راه ولده وكيشوفه فينسي تيكون تشوية معاه واحد شوية ديال الخوف ديال حيتاش لاخد معاه شيء يجرأكي ما بغي يكون يقدرين دماليه لأنه وكيبقى أب ولكن دريريه والشباب والشابات ما تيفكروش في هاد الكوتي ما تيفكرش في هاداك راب يلباه رادم جوفو خسرو عليه باش كبرو باش ولاكاك باش في الأخر يعطي واحد الكلمة ديالت اللي ما قادش عليها علاش ولدتيني للأسف أنا أتأسف جدا لهاد النوع ديال الأباء اللي كيسمعوا ولادهم تيقولونهم هاكا وكيقولون من هاد المنبر أنا جسو ديزولي في بلاستهم حيتاش صعب الحال الأب عنده دور كبير هو السناد هو بزاف تلحواج آه هيقدر لكوتي سنتيمونتا لتكون ما فيهاش لحتيكاك بزاف كيقول أكتر يام حالأم علاش الأم رايي الأم هي الحانا هي المنبع هي كل شي ولكن بباك الدور دياله معمرك تخليه مغيب معمرك تغيب الدور ديال الأب ديالك لأنه هورا واحد دور عظيم جدا وكبير بزاف وما حاس بيتاش حد واللي حس به راي أكيد غادي يكون حنين في والدي لا في ممو ولا في ببا واللي ما حسش به راي أخذ جبله معتش نورا ما غاديش يحس به لأنه غير سلوك أنا ونغيره التصرف ديالنا مع الوالدين ديالنا وصيرتو الأب لأنه هذيك الهضراء اللي تدقى الأب ستجرح بزاف 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 الله يرضي عليكم بدلوا هاد الموضوع هذا وحاولوا تحسوا بوالديكم وبيلارك يضربوا عليكم وتيخرجوا وتيفهمت مليتي يخرج من الدار تيمشي للخدمة راي قدار في الخدمة آها وقت تم خدمتو يجي السوبر يوغ ديالو يسمعوش يهضرها ما هو مبغيش يسمعها وكيمياك وتيسكوت وكذا وتيكمال خدمتو علاج حداش عارف عندو جوجو 3 و 4 و 5 و 6 منك أنت في الدار خصو يجيب اليوم ما يأكلو ما خصوش يرجع يسمعوا واحد بغي الحاجة وما غدوش بش يوجدها له عيب وعار والله عيب وعار والديكم هدك شي اللي عطوكم لقسم الله واللي جابو لكم عرفو بي الله رعتوكم فوق جهدو وفوق منو يعني يقرى دار جهدو والداد علي جهدو جهد عيم لهذا الله يرحم الوالدي اللي نغير تقولوك أنا وتبارك الله عليكم حبابي ولعجبكم موضوعكم تجوغ لايك وكمنتر وفي أمان الله تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم